اشتركوا في القناة إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويقول سبحانه ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذا القرآن المعجز حوى من الرؤى والتصورات والغيات ما يجعله دستورا هاليا في كل وقت وحين لكن ماذا عن مقاصده وغاياته الكلية مع وظيفة القرآن الأساس ولماذا أنزله الله تبارك وتعالى هذه المقاصد والوظيفة عليهما سيكون مدار حديث اليوم مع ضيفي الدكتور وصفية عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة أهلا ومرحبا بكم دكتور وصفية مرحبا بك أستاذ جهاد وأستاذ المشاهدين لو تقدم لنا من فضلك صورة مجملة عن الكيفية التي تحدث به بها القرآن وعن نفسه مقاصديا ووظيفيا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد نحن أمة اختصها الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم ونحن أمة محظوظة بهذا الكتاب حيث إن هذا الكتاب هو الوسيقة السماوية الإلهية الوحيدة على الأرض الآن المحفوظة التي لم تحرف ولم تغير ولم تبدل ولم تزور ولم يعني تغير أحكامها كل الكتب السماوية غيرت وبدلت وحرفت لم يبقى محفوظ لنا إلا هذا القرآن الكريم فنحن أمة نعتز ونفخر ونتشرف بأننا الأمة الوحيدة التي تملك الوسيقة الوحيدة المحفوظة على هذه الأرض وهذه الوسيقة هي وسيقة إلهية ليست وسيقة بشرية وضعها البشر في وقت من الأوقات أو في عصر من العصور أو تجمع عليها عقلاء العالم وإنما هي وسيقة مصدرها معصوم ونزل القرآن الكريم لهداية هذه البشرية كما تفضلتم في بداية الحلقة القرآن الكريم تحدث عن نفسه وبيّن غاياته ومقاصده وحدد أهدافه ووظائفه قال القرآن الكريم في مطلع القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أول صفحة ثاني صفحة في القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة تفتحها مباشرة لتقرأ هذه الآية أول سطر في سورة البقرة يفصح القرآن الكريم فيه عن غايته وعن هدفه وهو أن هذا القرآن نزل هدى وفي آيات أخرى هدى للناس هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان قال تعالى في منتصف القرآن في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وفي آيات أخرى هدى وبشرى للمحسنين فهو للمحسنين للمتقين للناس للمؤمنين القرآن الكريم يعني طبعا كل نفظة من هذه الألفاظ يختروها القرآن الكريم اختيارا بعناية وبدقة ليعبر عن المقام والسياق الذي يتحدث فيه القرآن الكريم باختياره لمفردة من هذه المفردات فنحن أمام أنا أريد أن أركز على هذا المعنى لأن هذا المعنى إذا استقر في نفوسنا ووقر في قلوبنا وتشبعت به نفوسنا وأرواحنا لم يبقى هناك إلا الامتثال والتطبيق والاستجابة والطاعة طاعة الأوامر والابتعاد عن النواهي أنا كنت أريد أن أسألك عن تحرير معنى الهداية هنا نعم الهداية ما نقصد بالهداية على وجه التحديد الهداية أعرفها سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية بالذات هدى للمتقين قال نور وقال آخرون هي كل ما يوصل إلى الاستقامة ويبعد عن العجاج والضلال فالهداية هي الاستقامة هي النور هي الموصلة إلى الفلاح حتى الكلمة يعني بنية الكلمة من ناحية اللغة هدى الهاء تخرج من الأعماق تخرج من الجوف هه الدال والألف الألف اللي هنا هدى هناك راحة هناك اطمئنان حتى في الحروف لأن اللغة العربية من جمال اللغة العربية وعبقرية هذه اللغة العربية أن حروفها في بنية كل كلمة تناسب المقام والسياق الذي تتحدث فيه الآيات الكريمة وده من الإعجاز القرآني الذي ينبغي أن يلتفت إليه المسلمون جميعا وهذا لا يختص به العلماء دون غيره هذا مما يمكن أن يعرفه كل الناس مما القرآن الكريم يقول الطامة بالمد الكلمي اللازم المثقل والطاء والميم المشددة بعد الآلف والآلف ستة حركات والهاء السكت تشعر بالضخام والفخام والرعب والفزع فإذا جاءت الطامة الطاء بهذا التفخيم بهذا المد الطويل الدال على طول اليوم والطاء بالتفخيم التي تدل على فخمة هذا اليوم وعظمة وجلال ومدى الهول في هذا اليوم والميم المشددة التي تدل على الضيق وتدل على الضم وتدل على الكربة الذي فيه الناس والهاء السكتة التي يسكت عندها القارئ فيسكنها تدل على أنه فيه يعني زي ما تقول هبت الطامة فالقرآن الكريم كلمات القرآن ألفاظ القرآن حتى التشكيل في القرآن فهداية القرآن الكريم هي إذا الهدى هي تعني الاستقامة والطمأنينة والراحة استقامة والطمأنينة والراحة والنور ما هي الاستقامة؟ لو أذنت لي ما هي الاستقامة أيضا؟ الاستقامة النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الرجل اللي قاله و قاله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك الحديث في صائح مسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم النبي صلى الله عليه وسلم أوتي يا جوامع الكلمة جملتين ست سبع كلمات لخص فيها الإسلام كل الإسلام قل آمنت بالله ده جانب العقيدة كل ما في العقيدة يدخل هنا آمنت بالله و بالقدر و باليوم الآخر و بكل ما أنزله الله بالرسل بالكتب بكل شيء ثم استقم يعني استقم على شريعة الله جانب التطبيقي نعم الجانب التطبيقي الجانب الشرعي الجانب العملي استقامة على دموجة بالإيمان الذي ورد بالضبط ما هو إحنا كيف سنستقب إيماننا بالله أنا لن أستقب لك إلا إذا أعجبت بما عندك من أفكار و آمنت بك كشخص صاحب طاقات و صاحب إبداعات و صاحب أفكار و صاحب تجديد و صاحب جهد و اجتهاد فكل هذا يجعلني أزعن لك و أستجيب لك لذلك القيادات على مستوى التاريخ ليست كثيرة هي قليلة بالفعل لكن يؤمن بها الجماهير و تتبعها الجماهير لماذا؟ لأنها أوتيت من الأفكار و من التأثير اللي يسموها الكاريزمة و من الإشعاعات الروحية و العقلية و النفسية و حتى بالبدنية ما يزعن لها به الجماهير الكبيرة فنحن هنا لا نتحدث عن بشر نتحدث عن إله عن الله سبحانه و تعالى صاحب هذا الكتاب صاحب هذا الخلق البديع صاحب هذا التشريع المحكم الكامل الشامل النزي المعتدل الوسطي الميسر على الناس أنزل الله تعالى هذا الكتاب ليهدي الناس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور شوف هنا نقف أيضا الظلمات جمع و النور مفرد لأن الظلمات و التخبط طرقه كثيرة و أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه و لا تتبع السبل صراطي مفرده و السبل جمع الصراطي المستقيم حاجة واحدة معروفة النور مفرد الظلمات و السبل كثيرة متنوعة طرق المهالك و البوار و الخسران لا حصر لها و لا حدود لها و لا عد لها أما طريق الحق فهو معروف هل أفهم من كلامك أن الوظيفة الأساسية للقرآن هي الهداية هي الهداية هداية الناس هذه الوظيفة الأساسية لكن ماذا عن هذه الارتباط ما بين هذه الوظيفة و المقاصد الكلية المقاصد العامة للقرآن هو الهداية من المقاصد العامة للقرآن الكريم و أيضا من المقاصد العامة للقرآن الكريم إخراج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله القرآن الكريم نزل أيضا ليقوم الناس بالقسط والحق والعدل وينتفي الظلم وهذا ليست وظيفة القرآن فقط هذه وظيفة كل الرسالات كل الأنبياء كل الكتب المنزلة نزل كل هذا ليقوم الناس بالقسط الله تعالى قال في سورة الحديد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أنزلنا رسولنا بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فكل هذه الرسل وكل هذه الكتب أنزلها الله وأرسلها لكي يقوم الناس بالقسط ومن عظمة هذا القرآن الكريم أنه جاء مستوعبا لكل الهدايات والأنوار الربانية التي نزلت وسبقته من كتب ومن رسل خلينا نركز في الكتاب الأول القرآن الكريم وأنزلنا إليك هذا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه القرآن الكريم مصدق لما جاء من الكتب السابقة قبل التحريف طبعا والتبديل ومهيمنا عليها مسيطر عليها شامل لكل ما فيها ومضيف إليها ما ليس فيها أيضا من الخير والهدى والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة أما الرسول عليه الصلاة والسلام كنبي لهذه الأمة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الكتاب المعروف في القرآن الكريم النور هو النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له آمرا إياه بأن يهتدي بكل الأنبياء من قبله لما في سياق من السياقات القرآنية أورد ذكرى الأنبياء قال له أولئك هؤلاء الأنبياء أولئك الذين هدى الله هدى الله برضو الهداية هنا فبهداه مقتده فاقتدى النبي عليه الصلاة والسلام بهدايات الأنبياء جميعا حتى تجمع في شخصه ما تفرق في كل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم سنفرد له محورا خاصا بعد الفاصل دكتور لكن قبل ذلك أريد أن أسألك عندما ذهب ربعي بن عامر إلى رستوم إلى الفرس قال لهم جئنا علل سبب ما جئ لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام هذه يفهم منها أنها مقاصد الإسلام الكلية كما فهمها الصحابة هل ثم ترابط بين هذه المقاصد والمقاصد التي جاء من أجه القرآن بمعنى هل ثم تتمييز بين مقاصد الإسلام الكلية ومقاصد القرآن ككتاب ودستور للمسلمين نريد أولا أن نشير إلى أمر المهم وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متشبعين بروح الإسلام بغايات الإسلام لماذا؟ لأنهم تربوا في مدرسة النبوة عايشوا التنزيل وعايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا الوحي وتربوا على يد هذا الإنسان الكامل الذي رباه الله سبحانه وتعالى إن ربنا هو الذي يتولى تربية الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا موسى ولتصنع على عيني وقال النبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في رعايتنا في حمايتنا في حفظنا فالأنبياء هم تربية الله شوف أنت بتتربى على إيد واحد رباه الله سبحانه وتعالى فالصحابة كلهم من أول يوم في الإسلام من أول يوم في تاريخهم لما دخلوا الإسلام كل الصحابة من أول يوم كات الرسالة واضحة عنده تمام شوف سيدنا عمر لما دخل لما دخل دار الأرقم وهو في طريق النبي راح يقتل النبي عليه الصلاة والسلام لما عد على أخته وضربها وسمع من سورة طه وبعد كده راح لدار الأرقم فواجد النبي عصد السلام في نفس اللاحظة لما دخل وقيت للنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم أما أنا لك يا عمر أما أنا لك يا عمر بعد سيدنا حمزة اللي كان أسلم أبله بأيام قال له دعه يا رسول الله فإن أراد خيرا بزلناه له وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه فداخل عمر من الخطاب وكان المشهد المعروف تاريخيا لكل الناس ومن بعدها مباشرة في نفس الأعدى قال للنبي ألسنا على الحق إن متنا أو حينا قال بلى قال ففيما الاختفاء لماذا الاختفاء من هنا من ضمن هذه الملوك وكل الصحابة كانوا يقولون هذا القول سيدنا ربعي بن عمر لما دخل وكان قصير القامة كانت سيابه ليست مرقعة ودخل على ملك ملك الملوك في ذلك نعم فقال له نحن قوم ابتعسنا الله شوف البعد العقدي في الكلام والإيمان بالرسالة والاعتزاز بها ابتعسنا الله لنخرج من شاء أنا حققت هذه المشيئة عائدة على الله أم على الفرد هذه الرواية في تاريخ الإمام الطبري تلمت من شاء من شاء هنا من عائدة على الله أم على الفرد لا الفرد العائد بدون إكراه إذا شاء أن يدخل في هذا الإسلام دخل وإذا شاء أن يهتدي بهذه الهداية دخل ما هي من شاء دي مهمة جدا لنفي الإكراه في الدين لا إكراه في الدين وهي متطابقة مع منطق القرآن الكريم في هذا الكلم ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد يا أخي ده بالمنطق كده يعني عبد زي زيك عبدك ليه أنا أعبد ربي وربه تحرير للإنسان من كل شيء ونخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد ومن جور الأديان إلى عدل الأسلاء الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعته الدنيا والأخير هذه فلسفة الإسلام ومقاصده الكبير خراصة الإسلام والقرآن الكريم أصلاً هو الذي يستمد منه مقاصد الإسلام فهو الإسلام عندنا له مصادر القرآن والسنة هي المصادر الأصلية للقرآن هذا الذي كنت معذرة دكتور هذا الذي كنت أريد أن أسألك عنه هل القرآن الكريم نص على مقاصد كلي أم هي من استنباطات العلماء هذه المقاصد نحن عندنا طريقين لاستخراج المقاصد العامة للقرآن طريق الأول القرآن نفسه وطبعا لا يوجد أفضل من أن يصرح الإنسان بهدفه أنا لما أتكلم بكلام أو أقول أقوالا في مجلس من المجالس والأستاذ جهادي يقول في مجلس آخر أن مثلا فلان قال كذا ويقصد به كذا أنت كده أولت مقصدي إنما لما أنا أعلن من البداية هدفي ومقصدي فخلاص لا يوجد مجال للخلاف ويكون الأمر بشكل صريح وواضح فالقرآن الكريم تحدث عن مقاصده كما أشرنا قبل قليل قال إنه هدى قال إنه رحمة قال إنه بشرة قال إنه لإقامة العدل والقصد بين الناس قال إنه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور قال إنه للحق والعدل قال إنه لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني لتسعد قال إنه نزل لإحياء الناس ولقي يحيى الناس حياة طيبة فمن عمل صالحا من ذكرنا أنسى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة يا سلام على كلمة حياة طيبة دي كلمة استحق حلقة كاملة حياة طيبة دي ما معالمها ما طبيعتها ما مواردها ما أهدافها ما سمراتها في الدنيا والآخرة الحياة الطيبة كلمة أدعو الإخوة الذين يشاهدوننا الآن أو بعد الآن أن يقفوا أمام هذه الكلمة ويتأملوها ويتدبروها وينظروا إلى يبحثوا عن طبيعة هذه الحياة الطيبة في الدنيا يعني قبل الأخيرة في الدنيا وفي الأخيرة طبما معا فلنحيناه حياة طيبة القرآن الكريم نزل نورا نزل لإحياء الناس يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياتنا والله في هذا الكتاب بقدر قربنا من هذا الكتاب تكون الحياة يكون لطمئنان وتكون السكينة والراحة الناس الآن في ظل الأحداث التي نحياها وهي أحداث جليلة فعلا وعظيمة لا يستطيع أن يستوعبها إلا صاحب قلب كبير وعقل أكبر ونفس مطمئنة لن يحدث هذا إلا من خلال القرآن نحن عندنا حاجة يا أستاذ جهاد في القرآن اسمها الكليات القواعد السنن هذه القواعد والكليات يجب أن ننكب عليها ونبحث عنها في القرآن الكريم حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما دمت أحسنت في الدنيا لن يضيع الله أجرك أبدا سنة ربانية قاعدة قانون إلهي ومن الذي يتكلم الله خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين أي واحد خائن لن يهديه الله سبحانه وتعالى أبدا حكم مطلق حكم مطلق الله تعالى حينما يقول والله لا يهدي القوم الظالمين أي إنسان ظالم لن يهديه الله لتحقيق أدافه إلا إذا رجع عن ظلم إلا إذا رجع طول ما هو ظالم خلاص الله سبحانه وتعالى حينما يقول وعد الله الذين آمنوا قانون وعد إلهي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف أنهم في الأرض المهم أننا نؤمن ونعمل الصالحات لم تؤمن ولم تعمل الصالحات أو آمنت ولم تعمل الصالحات أي كنت تبكين منين ربنا هي أمنك إزاي أنت لم تؤمن نفسك قانون فحينما نقرأ هذه القوانين القرآنية ونقرأ وننظر ما صدقاتها في التاريخ تطبيقتها في التاريخ هل هي صدقت على التاريخ ولا لا وفي الواقع القريب منا ولا لا نحن الآن الأمة في حالة كرب شديد هذا الكرب من أين أتى الكرب دا أتى من تفريط الأمة في الأخذ بالأسباب لابد أن نفرق بين الابتلاء وبين العقاب الابتلاء يأتينا إذا أخذنا بالأسباب ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما نستهدفه لأن ما نستهدفه ليس من الصالح العام في علم الله وفرق بين أن نجلس ونقصر في الأخذ بالأسباب عندئذ ما يقع لنا يكون عقابا طيب أنت تحدثت عن طريقة طريقة القرآن بتصريح عن نفسه بالضبط ماذا عن الطريقة الثانية الطريقة الثانية نعم الطريقة الثانية هي تجارب العلماء في التعامل مع القرآن الكريم عندنا علماء نزروا حياتهم للتعامل مع القرآن ولفهم القرآن ولخدمة القرآن وتأسيس العلوم وتأليفها حول القرآن الكريم عندنا الإمام الغزالي له كتاب اسمه جواهر القرآن تحدث فيها عن مقاصد القرآن الكلي قال فيه ثلاث مهمات وثلاث متمات محمد الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء وصاحب الكتب العظيمة في الأصول والفقه الإمام البقاعي له كلام ممتاز عن مقاصد القرآن الإمام ولي الله الدهلوي له كلام عن مقاصد القرآن الإمام محمد رشيد رضا له كلام حدد عشر مقاصد للقرآن الإمام محمد الطهر بن عشور له عشر مقاصد ثماني مقاصد عشرة وفي تمانية وفي تنين تنين في موضع آخر الشيخ نشيخ يوسف القرضاوي له سبع مقاصد في القرآن حتى محمد رشيد رضا تحدث عنه محمد رشيد رضا في كتاب الوحي المحمدي أيضاً ذكر عشر مقاصد للقرآن الكريم وفيه طبعاً رسائل عن مقاصد القرآن وأبحاث ومؤلفات عن مقاصد القرآن الكريم فنحن نستهدي ونسترشد فيه برضو الدكتور أحمد الرئيسوني تحدث عن مقاصد القرآن الكريم في كتابه مقاصد والمقاصد ولبعض الجهد البسيط في هذا الكتاب نحن تفسير مقاصد القرآن الكريم ربما في هذا الكلام دكتور أوصلتنا إلى عمق الحديث عن المقاصد نريد أن نغوص بها إذا ما كانت المقاصد هذه وفهمها واستنباطها والتعامل معها إذا قضية واجبة أم قضية من لوازم العلم ومزيد معرفة لكن لو أذنتني نذهب إلى فاصل بعد الفاصل نسمع الإجابة نتوقف مع فاصل ثم نعود الحديث أسعدكم الله مشاهدين الفاضليين ما زلنا وإياكم في الحديث عن مقاصد القرآن والحديث دائما مع الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة وجدد الترحيب بكم دكتور دكتور فيما يتعلق بالطريق الثاني الذي تحدثت عنه قبل الفاصل وهو طريق تجارب العلماء مع القرآن الكريم وسردت عددا من أسماء العلماء الذين تحدثوا في المقاصد لكن دلالات الكلام سواء كان مكتوبا أو مسموعا تختلف عند سامعها أو قارئها باختلاف العقول والأفهام هذا الاختلاف في العقول والأفهام إلى أي مدى يمكن يعني كيف يمكن اعتبار المقاصد بناء على هذا الاختلاف في العقول والأفهام يعني هو هناك مستويات في التعامل مع هذا العلماء يعني طبعا لا نطالب الرجل العادي الرجل اللي بيشتغل طول النهار ويرجع بيته تعبان وليس له من الوقت ما يستطيع أن يدرس أو أن يبحث أو أن يتكلم فالعلماء يقومون بهذه المهمة مع ممارستهم لحياتهم وأعمالهم العادية جدا كجزء من البشر ويوسروا هذه المعاني للناس يبسطوها للجماهير يبسطوها للناس بأسلوب سهل مبسط يشعرون الناس بأهمية هذا القرآن ومقاصد هذا القرآن وقيمة هذا القرآن في الحياة على المستويات كافة مستوى الفرد مستوى الأسرة مستوى المجتمع مستوى الدولة مستوى الأمة مستوى الإنسانية كلها فالإنسان ينبغي العالم المشتغل بعلوم القرآن ينبغي أن يعني يحصد هذه السمرات من جهود العلماء السابقة وأن يوظفها وأن يسرها ويهزبها ويبينها للناس بأسلوب مبسط حتى يتسقف الناس بثقافة القرآن حتى يقبل الناس على القرآن يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى وهو رجل يعني من أعلام القرآن في هذا العصر يعني أبرز نجاح أنا باعتبر أبرز نجاح للشيخ الشعراوي أنه قرب القرآن الكريم لجماهير المسلمين بسط معاني القرآن باللغة العمية باللغة البسيطة حتى لغة العربية وهي لغة راقية وبليغة يفهمها كل الناس يتمتع بها المتخصص الأستاذ الجامعي المشتغل بالدراسات القرآنية ويستمتع بها ويفهمها أيضا الرجل العام البسيط الذي لا علاقة له بعلوم القرآن ولا بالدراسات القرآنية طيب في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الثابت المعروف طبعا المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته هي تبليغ الآيات آيات القرآن للناس جميعا لكن هل تنسحب هذه الوظيفة على تفهيم الناس مقاصد القرآن أم أن هذا الأمر تفهيم المقاصد ترك الاستنباطات المسلمين من بعده هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الوحي صاحب الشرع سيدنا جبريل نزل عليه ليبلغه هذا القرآن وكان يراجع القرآن الكريم معه أو ما نزل عليه كل عام مرة حتى وكانت المراجعة في رمضان حتى كان آخر رمضان اللي هو رمضان التاسع الذي عاشاه النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عاش تسع رمضانات كما ذكر الإمام ابن القي لأن القرآن نزل أو فرض في السنة الثانية للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي في السنة الحدي عشر للهجرة فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات في هذه التسع رمضانات كان جبريل عليه السلام ينزل عليه ويراجعه في القرآن الكريم حتى كان آخر رمضان راجعه في القرآن مرتين يعني ختم مع القرآن مرتين وكان نبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه هذا القرآن ويحفظه إياهم ويحفظه الصحابة والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم عرب أقحاح بلغاء فصحاء نزل للقرآن الكريم بلغتهم وكانوا قوما في القمة من معرفة اللغة والبلاغة والفصاحة فيها فلم يكونوا بحاجة إلى معرفة معاني القرآن لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم كي يفهموا هذه اللغة والله سبحانه وتعالى من حكمة الله تعالى ومن سنته في إرسال الرسول أنه لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لماذا ليبين لهم لأن كل قوم لهم لغة والله سبحانه وتعالى كان يبعث كل رسول بلغة قومه ويبعث الرسول من قومه ما يجيبش واحد خارج عن مكانهم وعن لغتهم وأعرفهم لأنه الذي نشأ وسط القوم هو أجدر على معرفة الثقافة معرفة العادات والتقاليد معرفة المستوى الثقافي منهجية التفكير وطريقته كل هذا يعرفه النبي إذا نشأ بين قومهم بالتالي الله تعالى يصطفي من الناس رسلا ثم يصطعهم على عينه ويرسلهم إليه بلغتهم لكن هل يلزم من ذلك أن سنة النبوية كان أيضا لها مقاصد؟ طبعا السنة النبوية لها مقاصد وهذا ما سنتحدث فيه الله لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم تقتصر وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ الوحي فقط النبي عليه الصلاة والسلام كما كان مبلغا عن ربه وهو صادق في هذا كل الصدق يبلغ كل ما أنزل إليه أيضا كان له دور في التربية نبي عليه الصلاة والسلام كان مربيا أيضا ومعلم نبي كان معلما قال إنما بعست معلما يعلم الناس ما أنزل إليه ولذلك استيد عائشة رضي الله عنها وهي من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تسأل عن الناس فاسأل أقرب الناس إليهم عنه ومن أقرب الناس الزوجة الأهل والأولاد والأب والأم ممكن الإنسان يبقى أخلاقه جيدة بره في الشارع مع الناس لكن في البيت يكون سيء الخلق فظا غليظا جواز منفرا فسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يا سلام ثلاث كلمات بلخصه الإسلام كله النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض هو قرآن لكن يمشي له رجليه في البيت كما هو خارج البيت في البيت كما هو طبعا كما هو خارج البيت والنبي عليه الصلاة والسلام كان مربيا للصحابة كان معقبا على أفعالهم على تصرفاتهم على سلوكياتهم على اختياراتهم على اكتهادتهم الفقهية والأصولية كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقب على هذا كله وكان يعلمهم وكان يدربهم على الاكتهاد وعلى العمل وعلى ممارسة الحياة وعلى الدعوة وبلاغ الإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مبلغا فقط وإنما كان مربيا كان معلما على أي أسس وأصول على أسس وأصول ما أنزل إليه من القرآن الكريم أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك فالبلغ نفسه متضمن لهذه المعاني كلها ما المقصود بالبلاغ هل المقصود بالبلاغ أن جبريل نزل بآية أبلغها للناس لا أبلغها وبين ما فيها وأنزلنا إليك الذكر الآية 44 من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون التفكر هيجي من إيه من مجرد البلاغ ولا لابد أن يكون البلاغ مصحوبا بالبيان مصحوبا بالشرح مصحوبا بالتعليم مصحوبا بالتطبيق والتنزيل على الواقع في صورة شخص النبي عليه الصلاة والسلام يقوم هو به في التعامل يقوم هو به في الأخلاق في الأداب في السلوك في الأحكام الشرعية التي يبلغها للناس هنا دعني أسألك دكتور يعني العلاقة بين المقاصد السنة النبوية ومقاصد القرآن الكريم هل هي علاقة تكاملية تفاعلية أم علاقة تبعية بمعنى أن مقاصد السنة يجب أن تقود إلى مقاصد القرآن هي مقاصد السنة هي نفسها مقاصد القرآن لأن نحن السنة الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها قبل القليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس فالسنة كلها بيان للقرآن وتستقل في بعض التشريعات البسيطة يعني وفي خلاف بين الأصوليين هل السنة تستقل بالقرآن تستقل بالتشريع أم لا تستقل بالتشريع وجمهور الأصوليين والعلماء على أنها تستقل أحيانا بالتشريع لها أحكام ليست موجودة في القرآن الكريم لكن على أي حال السنة النبوية مقاصد السنة النبوية هي نفسها مقاصد القرآن الكريم لكن الوصول إلى مقاصد القرآن الكريم طرقه مختلفة عن الطرق الموصلة لمقاصد السنة النبوية نحن قلنا طرق الوصول لمقاصد القرآن العامة هي القرآن الكريم نفسه القرآن الكريم كيف تحدث عن أهدافه وغاياته وتجارب العلماء على مر التاريخ في التعامل مع القرآن ومقاصد القرآن السنة النبوية وطبعا فهمنا للقرآن الكريم ومقاصد القرآن الكريم على ضوئه يتسدد فهمنا للسنة النبوية هو الضابط بالضبط هو الضابط لكن طريق الوصول إلى مقاصد السنة النبوية مختلف بمعنى أنه لن نفهم السنة النبوية ولن نصل إلى مقاصدها إلا بطريقين الطريق الأول هو فهم الصفة التي صدر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في القول أو الفعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول أو يتصرف هذا التصرف بأي حيثية هل بحيثية أنه هو مبلغ عن الله يبلغ أوامر ونواهي ولا بحيثية أنه هو قاضي يقضي بين الناس ولا مفتي يفتي لمن سأله ولا مرشد يرشد الناس إلى لكنه كل ذلك عن الله لا ليس كله عن الله كيف ولا أمور خاضعة للجبلية والعادات والطبيعة ولا أمور مثلا للشفاعة نبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع للناس عند الناس ده كله ليس بأوامر إلهية هذا سلوك بشري عادي يعني لما دخل نبي صلى الله عليه وسلم المدينة وواجد الناس يؤبرون الناخل يعني يلقحون الناخل يعني يجيبوا الزكر مع الأنثى يتلقى حتى يخرج البلح كويس يعني حجمه كبير وجيد فقال لو لو تركتموه لو تركتم يعني الناخل بلا تلقيح فالناس ظنت النبي اللي بيكلم بقى فالناس ظنت ان ده أمر نبوي فتركوه بلا تلقيح بلا تأبير كما تقول الرواية فلما جاء الموسم موسم الحصاد الرواية تقول فخرج البلح شيصا شيصا نحن نقول العليف الأرياف صيص صغير لم ينضج لماذا لأنه لم يلقح فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ألم تقل لنا أنه قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم وإنما هو رأي رأيته رأي رآه زي أي بشر زي أي بشر فإحنا فدي أمور خاضعة للخبرات الحياتية للأمور الفنية في الحياة أمور النجارة لكن فريق من العلماء يقول إنه أوحي إليه أن يقول هذا حتى يأتي بعد ذلك الوحي اللاحق يبين للناس أنهم يمكنهم الاجتهاد في أمور حياتهم النبي عليه الصلاة والسلام شوف في غزوة بدر الصحابي قال له إيه لما نزلوا في منزل قال له هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة الصحابي هنا عنده فقه التفريق بين المقامات هل هو وحي يبقى خلاص لا نتأخر عنه ولا نتقدم نؤف نلتزم ونؤف معك في المنزل ولا هو الرأي والحرب والمكيدة يعني أمر فني حربي سياسي خاضع للحرب قواعد الحرب قال له لا بل هو الحرب والرأي والمكيد قال إذن هذا ليس بمنزل الست اللي النبي صلى الله عليه وسلم رايح يشفع لها اللي هي بريرة واحد كان بيحب بريرة وكان هيموت عشان يتجاوز بريرة فراح لنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له وهي مش عايزاه لكن نبي صلى الله عليه وسلم رايح يشفع له فقالت له يا رسول الله أنت جاي يعني هل أنت آمر أم شافع شو برضو سيدة هيت في المجتمع كانت تفرق فقال له بل شافع قالت له إذن لا أريده لا أريده مش عايزاه خلص تأباه نفسه تأباه وإلا لو كان دواحي كان لا يسعى الناس أن تترك نفسه دكتور هنا في هذا المقام لو عدنا قليلا من فضلك إلى المقاصد هل المقاصد القرآنية تتبدل بتبدل الزمان والمكان والظروف السياسية والاجتماعية لا لا خالص المقاصد خصوصا المقاصد القرآن الكريم ومقاصد السور ومقاصد المجالات فيه مقاصد الخاصة يعني كما يعني إذا أتاح الله لنا حلقة أخرى نتحدث عنها من صفات المقاصد بشكل عام أن السابات أنها ثابتة لا تتغير المقاصد لا تتغير الوسائل تتغير لكن ربما يضاف يضاف مقاصد أخرى موجودة ودي بتكون بحسب اهتمامات العلماء في عصر من العصور يعني إحنا مثلا حقوق الإنسان قمر يعني شرق الناس به وغربوا في هذا العصر وعملوا له مؤسسات وعملوا له كيانات وهيئات إلى آخره فالقرآن الكريم طبعا بيرايح حقوق الإنسان لكن هذا له أصب وهو حفظ النفسي بالضبط وحفظ الدين هذا لم يكن موجودا في السابقين فلما قئنا في عصر يعني واحد زي رشيد رضا واحد زي طهر بن عشور واحد زي الشيخ يوسف القرضاوي هؤلاء أضافوا هذه الأبعاد لمقاصد القرآن الكريم العامة مسألة حقوق الإنسان مسألة رعاية حقوق النساء إلى آخره وده موجود في القرآن ونحن رواد في هذا الجانب لا نقول هذا خضوعا للغرب ولا تأثير تحت تأثير ضغطه وإنما نقوله عقيدة وشريعة نؤمن بها ونتعبد لي سبحانه وتعالى بها الأمر الثاني في الوصول لمقاصد السنة النبوية هو الوقوف على سياق الحديث ومعرفة سبب ورود الحديث زي ما عندنا أسباب نزول لبعض الآيات القرآنية وليس كل الآيات عندنا أيضا سبب ورود لبعض الأحاديث النبوية وليس كل الأحاديث فنحن ينبغي أن نقف على سياق الحديث سبب قول الحديث إذا كان له سبب طبعا السياق الذي قيل فيه هذا الحديث النبوية الصلاة والسلام مثلا قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ده ظاهر الحديث إذا لم نقف على سياق هذا الحديث وسبب وروده يبقى أي إقامة في بلاد غير مسلمة حرام صح أو لا يبقى كل اللي في أوروبا حرام كل اللي في أمريكا حرام كل اللي في دول أسيا دول أفريقيا بما أنها مسيحية أغلبها يبقى كله حرام لا يجوز للمسلم أن يقيم فيها بمقتضى هذا الحديث أنا بريء النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه لكن هذا الحديث له أسباب وله سياق كان هناك معارك موجودة قائمة وبعدين المسلمين دخلوا كانوا طرف في هذه المعركة ثم طرف الآخر طرف الأعداء هجم على المسلمين ثم ناس من المسلمين اعتصموا بالسجود حتى يبينوا أنهم ليسوا أهل حرب وليسوا أهل مقاومة حتى ينقوا من القتل فقتلوه الأعداء قتلوا هؤلاء الذين اعتصموا بالسجود فطبعا ماتوا فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل نصف الدية وأهدر نصف الدية لأنهم كانوا يقيمون في هذه البلاد وهي بلاد حرب فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أن أي دولة حربية فيها حرب تعيش حالة حرب مع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يقيم فيها وهذا كان حكما ربما مرهونا بظهر مرهو بحالة معينة إنما لو خدنا الحديث بنصه كده ظاهر مجرد من السياق ومن السبب يبقى أن نحرم الإقامة على أي مسلم خارج بلاد المسلمين فلابد من الوقوف حتى نتفهم مقصد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القول والحالة ممكن من الحالات التي ينطبق عليها الإقامة في في بلاد فلسطين المحتلة الآن لا مناطق المحتلة في إسرائيل يعني هي محتلها إسرائيل لا ينبغي أن يقام فيها وإنما يقام في مناطق محررة مناطق كذا لتتم المقاومة وإزاحت هذا الاحتلال طيب دكتور وصفي هل فهم مقاصد القرآن ضرورة ولازم لصحة تعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى أم أن فهم المقاصد هي قضية فقط لزيادة المعاني وإستنباط العلوم والمعاني القرآنية نعم تمام أنا يعني معرفة مقاصد القرآن الكريم له يعني مستويات وله همية على كل مستوى من هذه المستويات نعم نحن عندنا على مستوى العلماء مثلا المشتغلين بالقرآن الكريم وبالتفسير القرآن الكريم هذا واجب عليه واجب واجب وانا أدعو إلى تأسيس علم مقاصد القرآن الكريم نعم نحن عندنا في كتب الكتب التي تحدثت عن علوم القرآن لماذا تدعو له هذا؟ أدعو له لأيه أقول لك عندنا البرهان في علوم القرآن للزركشي عندنا الإتقان في علوم القرآن للصيوطي عندنا مناهل العرفان للزرقاني عندنا موسوعة كبيرة للدكتور عدن زرزور عندنا لمحمد علي الصابوني عندنا مباحث في علوم القرآن لمنع القطان كل هؤلاء لم يتحدثوا عن علم يسمى مقاصد القرآن الكريم وأنا أقول أنه هذا العلم هو ضابط لكل علوم القرآن الكريم وموجه ومرشد للتعامل مع كل مباحث علوم القرآن الكريم لأن مقاصد القرآن ده شيء عالي طب لماذا غفل عنه إذا صح التعبير من القرآن الكريم السابقون واللاحقون سبحان الله يعني قد يتهيأ للأواخر ما لا يتهيأ للأوائل وكم ترك الأول للآخر يعني يعني بعض الناس يقول ما ترك الأول للآخر من شيء ونحن نقول لا هذه القاعدة غير صحيحة وكم ترك الأولون للآخرين وقد يفتح الله للآخر ما لا يفتح للأول ولا حجر على فضل الله سبحانه وتعالى ما الذي ينبغي على عوام المسلمين أفراد المسلمين فهمه من مقاصد القرآن الكريم هو مقاصد القرآن الكريم أولا علم مقاصد القرآن المختصين سوف يرشدهم في فهم علوم القرآن الأخرى نعم وسوف يضبط حركتهم في تفسير القرآن الكريم فيعرض المفسر عما لا يخدم مقاصد القرآن ويشتغل بما يخدم مقاصد القرآن يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول قالت نملة هل من المفيد أن نبحث عن النمل دي كالذكرة أم أنثى كم كان حجمها ما كان لونها لا غير مفيد واسأل القرية أين تقع هذه القرية ما عدد سكان هذه القرية هذا كله كلام فارغ لا ينبغي أن يشتغل به المفسر الطير الأبابيل في صورة الفيل هل يشتغل المفسر ببيان قدرة الله سبحانه وتعالى وطلاقة هذه القدرة واندحار الكفار والمعتدين على بيت الحرام أم يشتغل بالطير حجم الطير حجم الحجارة التي كانت مع الطير هل كانت مدببة أم محدبة أم مربعة أم مسلسة ما لون الطير ما لون الحجارة كلام فارغ لا يخدم مقاصد القرآن حينما أتحدث مثلا عن آيات مراحل الجنين في بطن الأم مراحل الخلق اللي مسكرة في صورة الحق وفي غيرها من الزور هنا هل يجوز المفسر أن يستعير كلاما من علم الأجنة نعم يستعير كلاما ويدخل هذا الكلام لأنه خادم لبيان مقصود الآيات القرآنية أما ما لا يخدم مقاصد الآيات ومقاصد السياق القرآني فيستبعده المفسر احتكاما للمقاصد القرآنية بأنواعها كلها فدع على مستوى المفسر على مستوى عموم المسلمين من بغي أن يعلم المسلمون أن هذا الكتاب نزل لمقاصده الكلية التي ذكرناه في بداية هذه الحلقة للهداية لإقامة الحق والعدل لإرشاد الناس نحن عندنا مرجعية يا ناس عندنا مرجعية معصومة ليست لأمة من الأمة كل شيء موجود فيها مرجعية وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم الأمة بفضل الله لم تخل في عصر من العصور من العلماء الصادقين الربانيين القرآنيين لهم تربوا على القرآن ومشي القرآنيين منكروا السنة يقول لنا بسميهم منكروا السنة ولا يسمون هذه التسمية الشريفة لا يمكن أن نسميهم القرآنيين وهم ينكرون السنة نسميهم بمنكري السنة فهذا القرآن الكريم هو هداية هو نور هو راحة هو طمأنينة لكل الناس كل الناس على المستوى الفردي أنا كفرض مسلم كيف أقيم حياتي الفردية أقيمها على مقاصد القرآن هل أنا أمشي مع القرآن الكريم في الفلاح في الهداية في السعادة في كل شيء هنا وجوبا إدراك هذه المقاصلة في حياة طيبة هل أنا كأسرة أنا وزوجتي وأولادي نقيم حياتنا الأسرية على الحياة الأسرية في القرآن كيف يرسم القرآن الكريم الحياة الزوجية كيف يرسم الحياة الأسرية هذه كيف يقيم القرآن الكريم الأسرة ما هي الواجبات ما هي الحقوق ما هي المقاصر لكن أكثر المسلمين لا يعرفون ما تتكلم عنه لابد أن يعرفوا هذا المجتمع كيف ينشئ القرآن الكريم والسنة النبوية المجتمع المتماسك القوي المتحب المتراصص ينبغي أن نقيم أعمالنا الفردية وأعمالنا الجماعية على القرآن وعلى مخاصة القرآن الكريم الحكم الحكم موجود في القرآن القرآن تحدث عن الحكم تحدث عن الملك الصالح تحدث عن الحاكم الظالم والطاغية تحدث عن كيف يستعين الحاكم بالرعية ويتشور معهم في آخر سورة الكهف قال هل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكن فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل أعينوني أجعل بينكم وبينهم آتوني زبرل حتى إذا ساوى هو الذي يفعل قال انفخوا فعل رعية وفعل حاكم مع بعض حتى إذا قال آتوني أفرغ عليه قطرة آتوني أفرغ آتوني أنتم أيها الرعية أفرغ في عمل من الرعية وفي عمل من الرعي من الحاكم فالقرآن الكريم لم يترك شيئاً على مستوى الأمة القرآن تحدث عن الأمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة ولتكن منكم أمة يدعونا إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون على المنكر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فرود الكفايات في الأمة القرآن تحدث عن الإنسانية كلها قال يا أيها الناس مكرر في القرآن الكلمة الناس في القرآن أكثر من 280 مرة فنحن القرآن الكريم لم يفرطنا في الكتاب من شيء الله تعالى ذكر في هذا الكتاب كل شيء حتى اللي مش مذكور بالتفصيل مذكور بالإجمال ولذلك الإمام الشافعي يقول إنه لا تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها إن ما كانش القرآن نصص عليها بشكل جزئي فهو إيه لك اسأل الخبراء اسأل العلماء فاسأل به خبيرة فاسأله أهل الذكر فنحن أمة يعني يجب أن تفخر بهذا القرآن طيب دكتور ويجب أن تعلم أن هذا القرآن هو هدية وهو شرف وميزة ليست لأمة من الأمم مصدر معصوم طيب لو أذنت لدكتور وصفي يعني ما زال الحديث عن المقاصد فيه حتى الآن حلقة مفرغة أريد أن أستوعبها وأستفهمها منك يعني تحدثت عن المقاصد الكلية القرآن الكريم إقامة العدل وهداية الناس وتماسك المجتمع والتراحم إلى آخر هذه مقاصد لكن ماذا يعني ماذا لو وجد المسلمون في مرحلة زمانية ما طريقا إلى تحقيق هذه المقاصد من غير الطريق القرآن فهل هذا يصح؟ لا أصلها من أي طريق يعني المقاصد هي حقاقها إزاي؟ يعني مثلا ذهب أحد المسلمين في أوائل قرن العشرين إلى أوروبا فقال وجدت الإسلام في أوروبا ولم أجد مسلمين صح ثم عاد إلى بيد المسلمين فقال وجدت مسلمين من دون إسلام بالظافة هذا ليس محمد عبد نعم هذا هو الشيخ محمد عبد يعني هذا يفهم منه أن هناك مقاصد الإسلام حققت في أوروبا فهل هذا يصح للمسلمين إذا سعوا إلى تحقيق المقاصد في مرحلة ما بعدوا عن الدين طال العهد مثلا فوصلوا إلى تحقيق مقاصد استملكة بطريقة مثلا بين قوسين متمدنة حداثية حديثة إلى أقريب من غير طريق القرآن ما هي المقاصد التي سيحققونها؟ تماسك المجتمع تحضر المجتمع ووصول إلى العلم حقوق الإنسان كل دي مقاصد قرآنية الغرب حقق هذا أو حقق بعض هذا أو معظم هذا نعم لكن ما منطلق الغرب في هذا؟ هل منطلق القرآن؟ أم منطلق الحياة المدنية والتحضر وكل هذا؟ هم عندهم نقص ونحن عندنا نقص هم عندهم نقص في المرجعية وفي أن هذا مما يتعبد لله سبحانه وتعالى به ثم أنه مش هيكون كامل يعني سعيهم لن يكون كاملا أما المسلمون حينما يحكمون والنقص اللي عندنا هو أننا عندنا مرجعية معصومة عندنا مقاصد واضحة جدا لكن لا نعمل لا نأخذ بالأسباب ولذلك نحن أمة الآن متخلفة إن شاء الله الأمة في طريقها للصعود والنهوض لكن نحن واقعنا الآن واقع مأساوي بعيد عن القرآن الكريم فنحن نريد أن نأخذ الحسنية المرجعية وهي موجودة بحمد الله وفضله والعمل والأخذ بالأسباب والاتساق وأن نرفع مستوانا إلى هذا إلى سناء ونور وبهاء هذا المستوى المصدر المعصوم الغرب حينما يطبق هذه الأمور يطبقها نعم يقطع فيها أشواطا نعم لكنها تكون ناقصة يكون فيها الهوى يكون فيها التحيز يعني أمريكا الآن مثلا هل أمريكا الآن تقيم العدالة للأمريكا عندهم في المجتمع لكن خارج أمريكا هل أمريكا تقيم العدالة أمريكا ترى التواغيط وتمكن للتواغيط في البلاد العربية والإسلامية وتحرض على الإسلام وتحرض على المسلمين ولا تسمح بالحريات خارج أمريكا إنما تقيم الطغاة والسماسرة والعملاء لكي ينفزوا خططهم ولكي يقمعوا الشعوب حتى لا يبرز مارد الإسلام من جديد فيمثل خطرا عليه فإحنا عندنا هنا المسلمون حينما حكموا لم يفعلوا هذا إنما أقاموا العدل فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم عندنا هنا اضطراب ونقص واضح في الحضارة الغربية بالإضافة إلى بعد المصدرية المعصومة عنها والتنزه عن الهوى وعن الغرض وعن هذا التناقض وعن الكالي بأكثر من مكيال الحضارة الإسلامية لم تفعل هذا أبدا على أمر التاريخ نعم لكن دكتور وصفي فهم المقاصد لا أقول تطبيقها وإنما فهم المقاصد وفقهها لا شك أن له منافع وثمرات كثيرة لو حدثت عن هذه الثمرات ثمرات فهم المقاصد القرآنية وفقهها نعم طبعا إحنا عندنا في البداية المدخل الصحيح لفهم القرآن الكريم هو المقاصد إذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا ودي من السمرات التي تترتب على علم بالمقاصد القرآن هي أن مقاصد القرآن الكريم هي المدخل السليم لفهم رسالة القرآن الكريم السمرة الثانية هي أن مقاصد هذا القرآن الكريم هي الحاكم لفهم التفصيلات والجزئيات المبسوسة في القرآن الكريم القرآن الكريم تحدث عن موضوعات كثيرة جدا تحدث عن موضوعات عقدية تحدث عن موضوعات أخلاقية تحدث عن موضوعات تشريعية في الأسرة في العبادات في المعاملات في الآداب في السياسة في الاقتصاد في كل هذه المجالات وكل هذه المجالات محكومة بالمقاصد العامة للقرآن الكريم لا ينبج أن نفهم هذه المجالات كلها بمعزل عن المقاصد العامة فالمقاصد العامة للقرآن التي ذكرناها في بداية هذا الكلام هي الحاكم والضابط والمرشد والموجه للفهم في هذه التفاصيلات جميع الأمر الآخر الذي قلناه وهو أنه فهم مقصد القرآن هو المدخل السليم لفهم السنة النبوي طيب كما درجة العادة في هذه الحلقات حلقات هذا البرنامج نترك أخر دقيقتين للضيف ليقول ما لم نسأله عنه وماذا يريد أن يضيف للجمهور في ختم هذه الحلقة والله هذه عادة جيدة أول مرة وأنا ضيف معك بشكل شبه دائم لكن هي عادة طيبة طبعا أنا أريد أن أقول أنه نحن في هذا الواقع الذي يتهدد فيه إيماننا نعم بسبب الأحداث العظيمة التي تمر بها الأمة والظلم الهائل الواقع على المسلمين بشكل يؤثر على إيمان الناس ويبرز سؤال أين الله أين عدل الله فيما نراه هذا السؤال الأسئلة المصرية التي تتردد على قلوب وعقول الشباب الآن وهواجس النفس التي تنازع الإنسان ويعني تبلغه وتسأله أسئلة أسئلة وجودية لماذا للظلم الهائل وللبطش الهائل والمظالم الكبيرة وللاحداث الهائلة أين المخرج من هذا المخرج في هذا هو القرآن القرآن الكريم كتاب الله فيه نبأ من قبلك نعم وحكم ما بينك وخبر ما بعدك هو العدل الجد ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضى الله الله من حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم فهذا القرآن الكريم وانتظر في كليات هذا القرآن وهدايات هذا القرآن وقوانين هذا القرآن وغاياته هو العاصم لنفوسنا وهو الذي يعيد تأهيل نفوسنا حتى تستقيم هذه النفس وتنضبط وتعيش حياة طيبة متوازنة تعرف فيها ما لها وما عليها وهذا خير ما يختم به حلقة اليوم أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصفي أزا المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الدكتور وصفي عشورة أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الشكر الأكبر لكم في حراسة الله تعالى اشتركوا في القناة